حافظ القرآن بأي طريقة أنا أذكر أني من اللطائف حضرته في إحدى المرات في حلقة ليس حلقة واحتفال في الحقيقة احتفال لتحفيظ القرآن فكان من ضمن هؤلاء الذين يكرمون رجل عامي في شكله وواضح لي أنه ليس طالب علم مع ذلك حافظ القرآن وأقبل لأجل أنه يسمع ويختبر ويأخذ جائزته فلما بدأ يسمع وانتهى تحجبت حقيقة من مظهره يعني ليس واضحا عليه أنه جلس مثلا في حلقة تحفيظ القرآن فسأله المقدم الحافظ قال كيف حفظت القرآن وما هو عملك فإذا هو أخ مصري قال أنا في الحقيقة سائق لي شاحنة أنقل البضائع ما بين بلد إلى بلد ويعني ومع طول الطريق في الشاحنة أهدى إلي أحدهم يوما حقيبة فيها ثلاثون شريطا للقرآن الكريم بقراءة شيخ عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله وفعلا سبحان الله كان يقرأ كأنك تسمع الشيخ عبد الباصط عبد الصمد يعني في إتقانه ومخارج الحروف والإتقان التجويد أيضا يقول فكنت أسمعها التريلا أحيانا أو هذه الشاحنة أسوقها عشر ساعات متواصلة لنقل البضاعم بين مدينة إلى مدينة فأستمع إلى الشريط الواحد عشر مرات متتابعة الشريط ينتهي وأقلبه ينتهي وأقلبه ينتهي وأعيده يقول فأستمع إلى سورة البقرة ربما خلال ثلاثة أيام ثلاثين مرة أو أربعين مرة يقول حتى سبحان الله لم يمضي علي تقريبا سنتان إلا وقد حفظت القرآن كاملا عبر السماع هذا وهو يا جماعة سائق شاحنة ربما يعني حتى لو تقول إقرأ من هذا الكتاب ربما لا يتقن ذلك وربما أيضا لا أستبعد لو تقول إقرأ من المصحف ربما لا يتقن ذلك لكن مع ذلك مع هذا السماع يستطع أن يحفظ ذلك عدد اليوم من أبنائنا الصغار من أعمارهم أبو سنتين وثلاث سنوات أو أربع سنوات يحفظون القرآن عبر التلقين فيحفظ قلوا الله وحاة قلوا عذر رب الفلاك ونحو من السور يحفظوها عبر التلقين يلقن بها فيحفظوها فهذا بلا شك أنه أمر حسن وأيضا أدعو حقيقة يعني إخواني خاصة ممن لا يتقنون قراءة القرآن أو لا يتقنون القراءة من المصحف ربما من غير العرب أو كذا أنصحهم بأن يحاولوا أن يتقنوا ذلك من خلال السماع سماع القرآن وأسأل الله تعالى أن يستعملنا وياكم في طاعته